دعيني أسألك الأول على محمد ياسر كان معيه شتيفان فاخوتشيك عدنا نص ساعة نتناش في اسمه قبل الهاتف المدير الرياضي لنادي تابلاتسل تشيكي ده طبعا تم عرض محمد ياسر انت كنت شفت محمد ياسر قبل ما ي... أولا عمتش واحد بس أعتقد مع الأهلي قبل ما يتم عارضه رأيك فيه لو كنت شفته أو تابعته يعني الحام ما لحقتش أتابعه بشكل كبير لكن هي تجربة مفيدة جدا نفس سن لسه وده الأهم أنا نفسي يعني لعيبة تطلع طبعا سبعتاشر وثمانتاشر بالنادي بالموضوع ده بقالنا سنين طويلة جدا فأتمنى إن شاء الله أنها تجربة ويبقى في تكرار لها بشكل كبير الفترات اللي جاية لأن عندنا مواهب كبيرة جدا وأعتقد أن لو خدناهم من البداية بتشتغل بقى على حاجات كتير على بناء العقلية وعلى مش بس فني وبدني انت بتبني العقلية زيما ما شوفنا نجمينك كبير وأسطورة مصر يعني صلاح بيتكلم دايما على المنتاليتي على إزاي هم بيشتغلوا على القصة دي بره فأعتقد إن أولادنا لو طلعوا في سن صغير حيفرق معنا كتير جدا 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 خد بالك فكرة برضو التأسيس والمعيشة ودهك تعرف على ثقافة مختلفة طبعا يعني طبعا جوال أهلي أنا عارف إنه فيه احتراف وفيه انضباط على أعلى مستوى بس في أوروبا الحياة نفسها مدعو مختلفة أنا مش بكلمك عن رياضة بس أنا بكلم على الحياة كمان يعني الحياة كلها المجتمع كله ليه طريقة وليه انضباط تجبر أي حد على إنه يبقى في نفس الإطار والاحتراف فكرة إنه التجربة تنجح وإن الولد يطلب تجديد قعارته وبالمناسبة احنا بنتابعه في كل يوم أربع يعني مش مجرد تواجد وخلاص لا ليه تواجد ومؤثر من يومين يعني بيحكوا ليه نشفتش الجول لسه هشوفه يوم الأربع حلقة الأربع هنحاول نجيبه بس هو جاب جول عالمي برضه مع فريقه في الدولة يعني نتمنى له التوفيق إن شاء الله وانا تمنى أن تكرار هذه التجربة مع شباب كتير عندنا عندنا أجيال كتيرة دلوقتي وأعتقد أنه يعني أتمنى أتمنى أن فكرة تكوين أجهزة لكل الأعمار السنية من قبل اتحاد المصر كارت خدم في الفترات في الأسبوعين ثلاثة اللي فاتوا دول بقى عندنا منتخبات لكل الأعمار أعتقد أتمنى أن يكون لها بلان يعني مش بس مجرد إنه موقف خرجنا ما بفهمش حاجة يعني ما بفهمش حاجة ممكن أنت عندك في الدوري الممتاز مثلا والحقيقة الدوري المحترفين لتعامل السنة دي برضه واضح إنه يعني شكله حالو فيه إصارة وفيه متعة وفيه جماهيرية أكثر حاجة فيه جماهيرية يعني لأن فيه عندك كثيرة جدا صحيح فبالتالي أنت بتكلم مثلا على إيه تلاتين فرقة في مصر عندها قطاعات ناشئين بتطلع في النهاية كامل عيد للمنتخب تلاتين أربعين خمسين اسم للمنتخب فيه كام واحد تحت ورا منهم مستني بس مجرد فرصة أنه يشارك مع عفريتو عشان يظهر تاني اللعيبة دي هو ده أنا بقوله يعني منطلحهم بره تقريبا ببلاش وخد نسبة مثلا من قاعدة البيع صدر لعيبة وإدي لعيبة فرصة أنها تطلع بره بدل ما هي قاعدة بينتهي مستقبلهم بدري بدري وبطلوا كورة أتمنى أن ده يحصل لأنه فعلا نحن محتاجين ده بشكل كبير جدا ما اتكلم تاني وينتا حمد قبل كده على الناس ببتدت تشتغل بشكل كبير جدا على ده على الأكاديميات شفنا سنغيل شفنا المغرب شفنا كوديوفور النهارده يعني خلاص الناس ببتدت تشتغل على ده بشكل كبير من زمان مش من دلوقتي وبالتالي نتيجها بتدت تظهر نتائج منتخب أول ونتائج منتخب أول ونتائج منتخب أولمبي ونتائج منتخب شباب كل المتخبات مالي كودفور سنغال وخاصة كمان على الجانب الآخر بعيدا عن نتاج منتخباتها كمان تواجد هذه اللاعبين بهذه الصورة في أنديات أوروبا يعني نشوف كم كبير جدا من الأفرقاء موجودين بتميز مش بس تواجد عادي لا تميز غير طبيعي فيه